واقع مرير اسود لمهنة الصحافة في سوريا عشرات الصحفيين والناشطين الاعلاميين سقطوا ضحايا اثناء تغطية الاحداث في البلاد او لان سعيهم وراء اظهار الحقيقة وايصال المعلومة لا يروق لسلطات الامر الواقع على امتداد الاراضي السورية اخر استهداف للاعلاميين السوريين طال مراسل تلفزيون سوريا بهاء الحلب اثناء تغطيته للاحداث في مدينة الباب برف حلب كانت محاولة اغتيال مباشرة وصريحة لكن بهاء نجى باعجوبة وخذل رصاص القتلة رصاص يقف عاجزا امام الكلمة والصورة ويحاول اسكاتها محاولة الاغتيال والتي سبقتها بفترة وجيزة عملية اغتيال الصحفي حسين خطاب نكأت الجرح لواقع مهنة المتاعب في سوريا وعادت الى الذاكرة صور عشرات الصحفيين الذين كانوا ضحايا وحسب منظمة مراسلون بلا حدود فان عدد الصحفيين القتل في سوريا منذ 2011 حتى نهاية 2019 اكثر من 134 واخر وصف للمنظمة لسوريا بانها اكبر سجون الصحفيين في العالم خلال 2020 فمن نجى من الموت لم ينجو من السجن والاعتقال ويعتبر العام 2012 اكثر الاعوام دموية ضد الصحفيين في سوريا حيث قتل فيه 31 صحفيا وفي مقدمتهم الصحفية الامريكية ماري كولفن التي قتلت في قصف لنظام الاسد استهدف مركز بابا عمر الاعلامي بحمص وتلا ذلك اسماء صحفيين كثر قد لا يتسع تقرير واحد لذكر اسمائهم هناك عبيد بطل والمصور عبد عتيق الذين اختفياء على يد تنظيم الدولة ورائد الفارس مدير راديو فريش في كافرنبل بريف ادلب وزميله حمود جنيد تحرم قوانين الحرب استهداف الصحفيين ولكن ذلك ما زال مستمرا في سوريا وكثير من الصحفين والناشطين السوريين لم يتبعوا وسائل حماية وسلامة خاصة بعملهم واخرون تخلت عنهم الجهات التي عملوا معها ومن بينها وكالات عالمية فمن ينقذ صاحبة الجلالة والسلطة الرابعة من وحوش عدوها الكلمة والصورة والحقيقة في بلد يعتبر اخطر مكان في العالم للعمل الصحفي